آآ للمتزوجين عم بشوف شوية تباعد آآ بناتكم في شوية شك في طرف عم بشك بالطرف الآخر آآ بعلاقات ثلاثية ولكن هذا الموضوع ما رح يستمر آآ كتير آآ رح تصفى شوية العلاقات بس بدها آآ شوية وقت يا برج الميزة آآ بدك شوية وقت طايف فرصة حلوة كتير بالنسبة للي بشتغلوا واللي ما بشتغلوا فيه فرصة رح تطرق بابك آآ يعني ما كنت مخطط لها انت كنت عم تبحث عن عمل تاني او مقدم لشغل ولكن هذا الشغل رح يجيك فجأة آآ مش متوقع وعلى فكرة في يعني في اموال او في فلوس حلوة كتير من هذا آآ الشغل في ناس عم بفكروا يفتحوا مشروع جديد فهذا وقت كتير مناسب لهذا المشروع انا عم بشوفه كتير آآ يعني آآ عم بمشي للا اتجاه حلو آآ أو انه ترقية للناس اللي عم بستنوا آآ ترقية لانه عم بشوف اموال فهي من الترقية شكلها من الترقية آآ في العمل للعزاب آآ في احتمال انه آآ يعني يتعرفوا على شخص جديد ما كانوا يعرفوا قبل آآ هذا الشخص آآ رح يكون مش عارفه اما انه انت عم تحكي معاه على الانترنت او لانه شايفيته في في اختلاف كبير بينك وبينه اما بالعمر او ب بموضوع معين آآ هذا الشخص ممكن يكون برجه ترابي ممكن آآ مائي اكتر شي طاقته بتبين آآ شخص آآ آآ مادياته كتير آآ ممتازة آآ بيحب الحب يعني رومانسي شوي خلينا نقول رومانسي وبنفس الوقت بيفكر بعقله وقلبه فشخص مناسب جدا لو تعرفت عليه بالاسبوع الثاني آآ او الاسبوع الثالث اعرفوا انه هذا شخص آآ مناسب انا بحكي للعزاب آآ متسلقين ارامل اللي ما عندهم آآ شريك في حياتهم وعم يستنوا آآ نصفهم الآخر بس شايف منك آآ برج الميزان شايف منك شوية يأس تشاؤم آآ طاقة آآ زعل فحاول انك تطلع من هذا الموضوع بقى قرب وقت وممكن لانه آآ الورق يعني مليان بشاير انا بعرف انك بتعاني خاصة من الطاقات السلبية خاصة من الحسد وهدول الشغلات فيعني بس عم بشوف الاستشفاء عم بتم على خير يعني انت بالطريق الصحيح فكمل الاستشفاء شوف اذا فيه تحذيرات لهذا آآ الشهر لبرج الميزان آآ تحذيرات آآ بيقول لك انه يعني وكأنه بيحكي لك الكرت انه انت شوي مبعد روحانيا عن ربنا او عن روحانياتك فارجع آآ للقرآن ارجع لصلواتك لدعواتك آآ ارجع زي ما كنت لانه انت بالاساس شخص آآ روحاني جدا يعني شو فيه احلى من هيك روحانيات انت شخص كتير كتير روحاني هدول كرتين مع بعض يعني انت على تواصل روحاني كبير جدا آآ خليك آآ يعني زي ما انت اذا كنت على روحانيات عالية واذا لأ آآ او خفت شوي آآ بلش ارجع زي ما كنت آآ عم بشوفك آآ في تحذير اخر انه في اصدقاء في اشخاص عم بيكنو لك الشر عم بيوصلو لك اخبار وهاي الاخبار عم بتكون غلط آآ عم حكينا عن الحسد قبل شوي فهدول الاشخاص آآ طالع من عندهم حسد بالنسبة لالك فدير بالك حبيبي خلينا نشوف كوية العقل الباطن كرت لالك وكرت للشريك آآ للي عنده شريك بالنسبة لك آآ بالنسبة لك آآ بعقلك الباطن عم بتفكر وكأنه العلاقة خلص ماتت العلاقة خلص بطل فيها اي امل آآ وكأنها هيك العظمي خلص آآ يعني شخص يعني مات وشي بعموت هيك انت عم بتفكر بالعلاقة او عندك هواجس من هذا النوع هذا بالنسبة لك بالنسبة للشريك على العكس تماما الشريك شوف آآ في لفة معينة في آآ ولكن هاي اللفة آآ يعني او بطريق نحو الارتباط طريق نحو الخلينا نقول التطور في العلاقة يعني رح يصير فيه تطور بالعلاقة هو عم بيفكر ماليا عم بيفكر كتير وانت عم بتفكر كمان بالارتباط آآ من هذا الشخص فعقله الباطن وعقلك الباطن تقريبا عم بيفكره بنفس الطريقة ولكن انت شوي اكتر سلبية آآ الشريك عنده امل اكبر في هاي العلاقة طيب نشوف بالنسبة للمصائح الله اكبر عم بقدم بقولك انه انا اسف بس بقولك انت كتير هاي الفترة كتير قاسي عم بتكون كتير قاسي على على اللي حواليك او شريك آآ يعني وكأنها آآ افكارك عم بتكون كتير تف كتير آآ آآ احكامك قاسية شوي يمكن انا ما بلومك يمكن من كتر ما آآ عشت صدمات آآ صارت احكامك قاسية او انت صرت قاسي قلبك مش زي زمان قلبك شوي صار اقسى من آآ زمان يعني مرجي الميزان طيب ولكن آآ بقولك هاي الفترة انت عم يعني كانوا بحذرك بحكي لك انت عم بتكون قاسي كتير هاي الفترة على الشريك فشوي يعني آآ هون بحكي لك اختار الحب بقولك انه اختار الحب لانه هو الحب هو الوحيد اللي راح يطلعك من اللي انت فيه او راح يجيب لك الخير فعلا طاقة الحب في الحياة مو شرط حب لشخص معين او لشريك لا للاصدقاء للحب حتى الاشياء الحب بشكل عام بيولد طاقة ايجابية عند الشخص وبيقولك كمان حب نفسك يعني اختار الحب بكل اشكاله آآ لحتى يساعدك انك يعني تتعدى او يعني تمشي في في التحديات اللي انت عم بتمر فيها فبقولك بالحب بتقدر انك تتخطى هال الامور لا بالانتقام ولا بالافكار يعني القاسية ولا بهاي الامور كلها لا كون كما عهدناك يعني سيزن كيو هذا الكرت شي يعني راح تعيشوا يعني لحظات رومانسية كتير حتى اللي ما عندوش شريك ممكن الفترة الجاي تكون فترة رومانسية كتير فيها هدايا فيها ورد فيها يعني كرت كتير حلو بالنسبة للعاطفة بقولك انت من الناس اللي عندهم حاسس سادسة او قلتلك انت روحاني شخص روحاني فبيقولك هون انه خلي الحاسس سادسة او خلي احساسك هو اللي يقودك مش دايما تشغل يعني كلهاتنا بنعرف برج الميزان عامل بلانس بحياته بيفكر بعقله احيانا اكتر من قلبه بيعني بيوازن الامور فبيقولك اعتمد على حاسيتك السادسة اكتر بيقولك كمان بيقولك انه الدموع شغلة حلوة ممكن انك تعيط لش ما تعيط هذا ما بعرف الكرت طلع قبل هيك بيقولك انه البكاء شغلة مش سيئة بالعكس البكاء بيطلع منك طاقات سلبية وبيطلع منك ذبذبات سلبية ممكن انضرك فهو بيكون مثل الهيلر الى السول تبعك بيكون اه مثل نوع من الاستشفاء او انك تطلع من الحالة اللي انت فيها فالبكاء شغلة مش سيئة هذا طلع مقلوب وكأنه بيحكي لك انه بالفترة الجاي رح تكون معتمد على نفسك اكتر يا برج الميزان خاصة في العمل رح تفتقد شوي لانه يكون في عندك سبورت او دعم فيعني رح تقوم في معظم الاشياء او في اغلب الاشياء رح تكون انت لوحدك ولكن انا شايفيته انه برج الميزان قدها اه الميزان من اذك الابراج وممكن انه يعني يحقق كتير نتائج بفترات اه قصيرة في عندهم اه ذكاء ما شاء الله اه بيقول لك ما تشطت حالك اختار هدف هدف اختار قول قول اه لحتى انك اه تعملهم بيقول لك انه طاقتك عم بتروح ناحية اه كتير افكار وعم بتشتت حالك باكتر من فكرة بدك تنفذ اكتر من فكرة في نفس الوقت بيقول لك اه بيقول لك انه ركز اكتر على موضوع معين كل فترة يعني ما تضيح حالك باكتر من شغلة في اكتر من يعني في الوقت نفسه فبس بيقول لك الانجلز هلبي يو يعني عم بتساعدك في كل الامور اه ولكن انت اعمل فوكس على شي معين اه ما تكون متسرع وبدك تعمل شغلات كتير او تشتت انتباهك لاكتر من شغلة اه بهاي الفترة خد الامور شوي شوي بتأني اه هون بيقول لك انه انتظر بقول لك ازا ما زبط معاك اه موضوع فما تي اس في قدامك كتير اوبشنز كتير اه اه فرص كتير افكار اه فاذا كان في يعني شي او اه ما عم يزبط ففي يعني اوبشنز كتير بقول لك ما تزعل اه اه يعني برضو الانجلز رح تكون اه يعني قايد يو رح ترشدك ورح تكون معاك ورح اه تحاول انها تريحك وهذا كله يعني بسبب الرحانيات اللي انت فيها شايفي رحانياتك حلوة لبرج الميزان اه بيقول لك هون انه يعني لازم شوي تعمل رفرش لروحك انت اليك فترة عم بتعيش بالماضي عم بتعيش على الاطلال خلينا نقول عم بتفكر بامور سابقة او مواضيع ما كنت اه عم تحصل عليها عم تطلع عليها بطريقة اه كتير متشائمة فبيقول لك لا انه يعني اعمل رفرشنج لروحك اطلع انزل اعمل اه شغلات كتيرة لانه اه شغلة بس يعني بتروح وبتيجي مكانها اه شغلة احلى فما ما هنكون يعني مركزين بس عشغلات اللي احنا ما منملكها هون شايفيتك هاي الفترة حبيبي الميزان رح يكون في عندك اه شوي وفرة مالية وهاي الوفرة رح اكتر شي تصرف على اللبس والخلينا نقول مجوهرات او اه الشغلات يعني البذخ اللي رح تعيش فترة انه اه تصرف على كتير على على المظهر على اله اه على هاي الامور فبيقول لك انه شوي شوي يعني ما تزيدها او تكترها انت اساسا بيقول لك انت اساسا جذاب بدون هاي الشغلات كلها طبعا مو غلط انه يعني نفكر بهاي الطريقة بانه نغير نفسيتنا وكزا وشايفة للبعض عم يعملوا عملية تجميل وعم بتنشي على خير شغلة حلوة يعني عم بتزيد لهم اه طاقتهم الايجابية والثقة بالنفس هلأ بترككم تسأل سؤال عشان نجاهب عليه بنعم او لا تضمروا على شي معين اه خلينا نشوف انه رح يتم ولا ما رح يتم فخلينا نشوف شو هو السؤال والاجابة نعم او لا رح تكون اذا نعم بنشوف لها توقيت معين او بنحاول بشكل تقريبي نعرف التوقيت واذا لا يعني انت وحذب لا شايفة انه هاي الشغلة رح تتير ولكن يا برج الميزان رح تتير على فترات بطيئة على خطوات بطيئة ما رح تتير مرة واحدة هاي الشغلة اه في شوية عوائق رح شوي شوي تزول وتتحقق هاي الشغلة اذا نعم رح تتحقق